بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير البارية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد نسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم على أثير هذه الإذاعة المباركة أن يجمع الله بيننا وبينكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفات وفي مينا ومزدلفات ونسأله جل علاه أن يجمعنا بيننا وبينكم في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه موضوعنا لهذا اليوم أيها الأحب الكرام نسميه دفاعا عن كتاب صحيح الإمام البخاري لعلكم جميعا تتابعون الساحة الفكرية والثقافية والدينية أنه بين الفينة والأخرى يحتدم النقاش والجدال بين الكثير من المتدينين والمتقفين والحقوقيين حول قضايا معينة هذه الأيام الأخيرة صدر كتاب أتار جدل وأتار نقاش لأنه طعن في أعظم كتاب في الإسلام بعد القرآن الكريم وهو صحيح البخاري الذي جمع وحوى السنة النبوية الصحيحة هذا الكتاب اسمه صحيح البخاري نهاية أسطورة والذي كتب الكتاب هو ليس من المتخصصين في المجال الفقهي والحديثي والشرعي والأصولي وإنما هو كاتب صحفي وغير متخرج من المعاهد الشرعية وليس له علاقة بالعلوم الدينية وإنما يهتم بالصحافة وبحقوق الإنسان عموما وبالحريات فوضع هذا الكتاب مؤخرا وكان الكتاب مستفزا في عنوانه صحيح البخاري نهاية أسطورة كل من يسمع هذا الكلام وعنده بصيص من الإيمان والعلم الديني يستشعر بأنه مستفز في دينه وفي توابته الكتاب موضوعه ومفاده يريد الكاتب أن يقول بأن الصحيح البخاري يتناقض مع العلم ويتناقض مع العقل ويتضمن العديد من الخرافات والأساطير وبالتالي ينبغي أن ننحيه أن نزيل كتاب البخاري من ثقافتنا الإسلامية والمغربية والعربية وهذا الكتاب كما هو معلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة في العالم وعبر التاريخ يجمعون على أن كتاب صحيح البخاري هو أضق كتاب بعد القرآن الكريم وطبعاً لن يقبلوا الطعن في هذا الكتاب لأن الطعن في صحيح البخاري هو طعن في السنة النبوية الشريفة وأي طعن في السنة الشريفة هو مقوض للقرآن الكريم وبالتالي النيل من الدين برمته وهذا فيه خطر هذا الكتاب أصدره أحد الكتاب بمراكش وأراد أن يقوم بتوقيعه وحاول أن يأخذ قاع للتجمعات تابعة لبلدية مراكش لكن السلطة المحلية بمراكش منعته من ذلك لأن هذا الكتاب فيه مس بمقومات الدين الإسلامي بل وتوابط الدين الإسلامي منعه عمدة مراكش من ذلك وتم توقيع الكتاب في إحدى المقاهي بالمدينة مقهى من المقاهي العمومية اجتمع صاحب الكتاب مع مجموعة من مريديه ووقعوا الكتاب ويبدو بأن صاحب الكتاب بهذا العنوان المستفز صحيح البخاري نهاية أسطورة هو كان ينتظر رضود أفعال من المهتمين بالشأن الديني وكأنه يريد أن يقول بأنه ضحية معتدى عليه وأنه حرم من إصدار كتاب وتوقيعه في مكان عمومي وهدفه ضرب لمكتسب حرية الفكر والإبداع ببلادنا وبالتالي سيكون هناك مجموعة تيار معروف تيار لهو تغريب مضاد للدين سوف يرد المقولات بأن هؤلاء الذين منعوه إنما يقدسون الترات البالي وأنهم يشجعون التطرف الديني وأنهم مع الفكر الداعشي وأنهم يقومون بإقصاء الرأي الآخر هذا الكلام أصبح موضى الآن كل من يردده إنما يريد أن يكتسب تعاطف الشارع وخصوصا المتقفين والحقوقيين لتحقيق بعض الشهرة وفعلا فعلا وجدنا بعض خطباء الجمعة تناولوا هذا الكتاب بالنقد والتحليل ووجهوا نقدا لادعا للكتاب وصحب الكتاب ومنهم من رفع أكفة الدراعة إلى السماء بالويل والتبور والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية كذلك نجد بأن في المجال الصحافي والإعلامي انتشرت مجموعة من المقالات وظهرت فيديوهات على شبكة اليوتيوب تتحدث عن هذه القضية وأن مؤلف الكتاب تم الاعتداء عليه من طرف جهات متطرفة لأنها تؤمن بالتكفير وأنه تعرض لحملة تكفير واسعة وهذه الفئة هي لا تقبل الاختلاف ويدعي صاحب الكتاب بأنه وصل إلى حد تهديده بالتصفية الجسدية ونحن نعلم بأن في تاريخ المعاصر عدد من أصحاب الأقلام السيالة للأسف تعرضوا للتصفية السياسية في مصر خصوصا وحينما سئل أحد العلماء قال لهم إذا كان وحد الكتار غادي بالسرعة فائقة وجد انت أمام السكة ماذا تنتظر من ذلك لا نريد أن مغربنا المعروف بالسلم والأمن أن يصل إلى هذه الدرجة هذا تاريخ أسود ساد في بعض البلاد العربية خصوصا مصر ومع فرشفودة من فرشفودة برصاصة وهذه كلها أمور لا نحب أن نذكرها المهم أن صاحب الكتاب يبدو أنه يريد أن في نيته لست أدري هل يريد أن يستفز القراء أم أنه يريد تحصيل الشهرة ولهذا كان دائما يتابع ما يقال في حقه جمع كل ما قيل في حقه وفي حق الكتاب ويريد الذهاب إلى القضاء ويريد الذهاب إلى الإعلام وترددت كثيرا في إتارة هذا الموضوع ولكنه مدام أنه يتعلق بكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى أردنا أن ندلو بدلونا في ذلك أنا أتفق مع صاحب الكتاب أن الإمام البخاري ليس ملكا منزها ولا هو بنبي معصوم وصحيح البخاري ليس قرآنا منزلا فهو يبقى دائما عمل بشري يحتمل الخطأ والصواب لا شك أن فيه بعض الأحاديث التي قد تبدو أنها تثير الاستغراب والتي جعلت عبر التاريخ جعلت بعض المشككين وبعض المنصرين وبعض الملحدين يهاجمون الإسلام على ضوء هذا الكلام لأن الكتاب لم يأتي بجديد صاحب الكتاب إنما جمع مقولات قيلت في العصور السابقة عن هذا الإمام وصاغها بلغة عربية بسيطة معاصرة وقارنها مع المواثيق الدولية مع حقوق الإنسان مع قضايا السلم العالمي واعتبر بأن هناك تعارض مع هذه المواثيق العامة لكن رغم النقد الذي تعرض إلى البخاري فالجميع متفق أن الكتاب البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى للمنهجية العلمية المنقطعة النظير التي أُلِّف بها هذا الكتاب وأنا أستعدن أسادة المستمعين لكي أذكرهم من هو الإمام البخاري الإمام البخاري هو رجل قديم عاش في القرن الثالث للهجرة واسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري البخاري نسبة إلى منطقة بخارة في أسيا الوسطى هذا رجل ليس بعربي بل هو أسيوي في بخارست الإمام البخاري نشأ يتيما فقيرا وأصيب في صغره بنقص شديد حتى كاد أن يفقد بصره ولكن الله عز وجل رد عليه بصره بلا دواء بلا دواء لأنه كان يردد الأحاديث النبوية في صغره في صغره ذلك الزمان كان الطفل له معجزات عظيمة وخصوصا أنه ألهم حفظ الحديث النبوي الشريف المعاصر للإمام البخاري من كبار العلماء والفقهاء والمفكرين كلهم شهدوا له بالإمامة بالحفظ والإمامة في الإتقان والإمامة في العلم وأيضا بالإمامة في العبادة والزهد لأنه مشع لمعادي هذا عابد صالح تقي وعطى الله القضاء للإجتهاد والعلماء جميعهم في تاريخ الأمة الإسلامية من اللي قرأوا الكتاب ديالو وتعمقوا فيه كلهم أطلقوا عليه واحد لقب سموه أمير المؤمنين في الحديث البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث هذا الكتاب من اللي وضع الإمام البخاري كان العمر ديالو 16 عام شوف النبوه أين وصل 16 سنة حنا لعبنا مراهق في زماننا هذا مراهق بقيك يلعب في الفيسبوك وبقيك يعكس الفتيات وبقيك يقول من الوالده كذا وكذا الإمام البخاري 16 سنة راح فاض سنة وكانت أكثر من مليون يحدي تحفظ الإمام البخاري ثم بدك ينتقى منها أجود مكين انتقى الدرجة العليا في الضبط والدرجة العليا في الحفظ والدرجة العليا في التلقين والإلقاء وتبوت اللقاء وحد مجموعة دي المقاييس وضع العلماء في الدرجة العليا الوسطى الدنيا في مجالة مختلفة هو اختار الطبق العليا في كل شيء لهذا الكتب دي السنة عدنا مجموعة عدنا الإمام البخاري عدنا صحيح الإمام مسلم عدنا الدارا قطني عدنا ابن ماجه عدنا التيرميدي كتسم الكتب ستة زائد المستضلق دي الحاكيم وغيرها هده هما الكتب المعتمدة جميع أصحاب الكتب اختاروا مقاييس معينة إلا البخاري اختار الأعلى والأصح والأجود المؤرخين يقولوا بأن البخاري استغرق تأليفه للكتاب 22 عام كاملة 22 سنة وقام بإخراج حوالي 7600 حديث صحيح ضم الكتاب 7600 حديث صحيح باحتساب مكرر لأن نحو تقريب 2060 محضوفة لأنك تكرار علاش لأنك المواضيع مختلفة وهد شي كله بعد أن درس الإمام بخاري وغرب لما يعادل 650 ألف حديث البضاعة اللي بدأ بها البخاري اللي كان حافظها وبدأ كينتقيها 650 ألف حديث هد شي كله قام البخاري بوضعه والعلماء والعلماء من يحسبوا شهر العمور هذا الرجل أنه لم يعيش طويلا وأنه بدأ في 18 سنة واستغل الكتاب 22 عام واخدام بمعنى أنه كان بلغة الأرقام يعني حديث واحد كل 14 دقيقة كل 14 دقيقة يكتب حديث بمعنى أنه كان يشتغل على مدار الساعة وتوفي مشي موسين توفي كهل رحمه الله تعالى ويروي بأنه أي حديث يكتب كان يستحم ويتوضع ويصلي ركعتين ثم يصلي على النبي مئة مرة ثم يضع الحديث وذلك الحديث قبل ما يوضعه در الرحلة في طلب الحديث سافر من بخارة من بخارست إلى المدينة المنظرة اللي فيها مهبة الوحي وفيها القبر النبوي الشريف وسافر إلى مكة المكرمة حيث بيت الله العتيق وسافر إلى العراق وسافر إلى سوريا وسافر إلى الأردن وسافر إلى البحرين ما خل في المشا قلدي في الدابة ديالو ما عنده تشهد في الحياة سوى أنه يجمع الحديث وكيحفظه وكيتيقن منه وكيدونه حتى أنه لم يتزوج ولم يشتغل بتجارة وإنما الوالد ديالو شاف رؤية في المنام وكان عنده الإرت خلالي واحد الأرض واحد محل تجاري قال لي الخطو هذا المال هو لأخيكم البخاري هو يبقى هو غادي يأكل منه ويشرب منه فكانت كتجيه الإيرادات ديالك الورد لخلالي بها يعيش بالقليل وعاش عيشة الملوك في همته الإمام البخاري قام بتأليف الكتاب مبوبا على الموضوعات الفقهية في الكتاب الإيمان كتاب الوضوء كتاب الآذان كتاب الجمعة كتاب الجنازة كتاب الزكاة كتاب الصلاة كتاب الصيام كتاب الحج وهكذا إلى كتاب المعاملات وهذا كيف سر أن التبويب هو اللي خل الأحاديث مكررة في البخاري لأن الحاديث يقدر يكون في الإيمان ويظهر في الصلاة أو يكون في الزكاة ويكون في الحدود أو غير ذلك الإمام البخاري منذ أن فرغ من تصنيف كتابه الجامع الصحيح بدأوا العلماء المختصين بهذا الفن يتسمون كبار الصيارفة المختصين في الصناعة الحديثية وضعوا الكتاب في الميزان وفعلوا له نقد حساس وضقيق ولقوا بأن هذا الكتاب عظيم ومدهش ولقوا بأن الإمام البخاري أعطاه الله ذاكرة من جوهر كومبيوتر عنده وحد دبيب خطير جدا معجزة في عصره ومع ذلك بعض العلماء لقوا في بعض الأحاديث لنتابهوا بأنها ربما فيها رأي آخر ولعل أول انتقاد سمعه البخاري بأذنيهم جاءه حينما عرض كتابه على أحد المجمع من الراسخين في العلم وكان من بينهم وعلى رأسهم الإمام المشتهد أحمد بن حنبل والإمام الراسخ يحيى بن معيم والإمام الأكبر علي المديني هذا كبار العلماء هدهما القمة القمم في تاريخ الحديث قالوا له إن كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث أملت نقش معهم الإمام البخاري أقنعهم بأن رأيه كان أصوب من رأيهم وهذا ما قاله علماء مختصون كأبي جعفر العقيل ناقل الحكاية يرى بأن القول في الأحاديث الأربعة كان قول البخاري لا منتقدين المهتمين بعلم الحديث يعرفوا جيدا ما هي الكتوب التي تكتبات في البخاري وخوصا في النقد ولكن بالاحترام مثل كتاب الإلزام والتتبع للإمام أبي الحسن الدار قطني هذا كتاب تناول فيه علل في بعض أحدث البخاري ومسلم ورد عليه الإمام بن حجر العسقلاني في كتابه هدي الساري وابن حجر كان قاضي القضاة حالا قلت في زمانه كان هو وزير العدل وزير العدل يقول كلام في البخاري وكتب فيه كتاب سماه فتح الباري فتح الباري وقال لا هجرة بعد الفتحي يعني اللقر كتاب البخاري يكفيه قرى البخاري تعد أعلم العلماء وحتف العصر الحديث تلقوا بأن علماء انتقضوا البخاري ولكن باحتيارم شديد مثلا كالقو ناصر الدين الألباني ناصر الدين الألباني احتدمش عربي من ألبانيا وكان مستقرا في سوريا واستقر في السعودية وكان مختصا كبير في علم الحديث كان ساعاتي كيسوب الساعات دقيق جدا فاهتم بالحديث ولا دقيق كي دقق في الأحاديث فضاعف بعض الأحاديث البخاري ولكن العلماء قالوا لا القول قول البخاري هو مقدم على قول ناصر الدين الألباني كالقوق ذلك الشيخ الأزهري العظيم الشيخ محمد الغزالي صاحب القلم الذهبي اللي كتب اكثر من خمسين كتاب في الفكر الإسلامي واللي اعطوا جائزة العالمية للقلم الذهبي واللي مات فوق المنبر كي اخطب وكي دافع على الإسلام فمات فوق المنبر من مكة المكرمة هو أزهري في مصر مات في مكة ودفن في مكة المكرمة أيضا له كتاب مشهور سماء السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ورفض بعض الأحاديث البخاري لأنك تسمد المنهج العقلاني ولكن باحترام هذه الناس كلهم انتقضوا البخاري في ثلاثة أربع خمس أحاديث فقط هو ضم سبعالاف وستمائة حديث ثلاثة أوربعة أحاديث للقوفي الكلام على تفاوت أزمنهم واختلاف مناهجهم ولكن جميعهم تعاملوا بإجلال وبإكبار مع الجهد الجبار والمنهج الصارم الذي اختاره الإمام البخاري في جمع أحاديث كتابه فالقوى مثلا أكبر عالم بعد البخاري هو الإمام مسلم النيسابوري والإمام مسلم من نيسابور هذا مش عربي في جنوب أسيا الإمام مسلم ابن حجاج رغم انتقد البخاري في ثلاثة أربعة أحاديث لكن ماذا قال له يخاطبه قال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله وما أدراك ما الإمام مسلم لعند الجامع الصحيح العظيم والإمام الترمدي لعند السنن الكبير العظيمة قال لم أرى أحدا بالعراقي ولا بخورسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أحدا أعلم من محمد ابن إسماعيل البخاري هذو الكبار للعلماء هذو مشيكد وزير العدل لوزير ثقافة هذو أكبر من ذلك هذو مشتهدي الأمة كل واحد فيهم عنده موسوعات وكتأسكت تعجب متى كتب تلك الموسوعات وشهد الأوراق في ذلك الزمان هذو أناس أعدهم الله تعالى لحفظ دينه وحفظ سنة نبيه إذا كان القرآن تكفل الله بحفظه وقال إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالسنة النبوية الشريفة التي هي الشق التاني من الإسلام ربنا عز وجل اختر رجال أفداد علماء وقيد لهم مسؤولية حفظ السنة نحن كن رجعو لإمام بخاري عبر التاريخ كالقوا جميع الدول كي يحترموه لأنك القوم مرموه شي واحد متقف كي يجي كينتقد البخاري يلا قرأ قرأة محدودة وكينتقد البخاري وكيد رب هالتاريخ كل عرض الحائط من اللي كنقرأوه في التاريخ اللي يعلم الحديث كالقوا علماء وكلقوا ملوك وكلقوا أمراء وصلاطين عبر التاريخ في الشام في لبنان في مصر في البحرين في تركيا في الماليزيا في الباكستان في التوغو في نيجيريا علماء جلاء وحكام وصلاطين وملوك كانوا كلهم يقدرون كتاب الإمام البخاري وأعظم الملوك اللي عظموا البخاري هما الملوك والصلاطين المغاربة المغاربة معروفين عبر التاريخ يتعلقون بهذه الكتاب لهذا لما يلقوا واحد المغربي من مراكش اللي هو صحفي وكيكتب كتاب وكيقول نهاية أسطورة وكيضرب التاريخ كله طبيعي أن المغاربة غيرتقلقوا وغيرتشعروا بأنهم أصيبوا في عمق دينهم المغاربة منذ أن وصل إليهم الكتاب في التاريخ القديم تعلقوا به الجميع الصحيح رأى في 18 مجلد ما سهلش رأى 18 مجلد المغاربة أحبوا هذا الكتاب أقبلوا عليه وحفظوه ودرسوه وعظموه لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى المغاربة كتبوا حول هذا الكتاب الشروح والتعاليق ومنهم من اختصروه وبحثوا في مشكلاته وألفاظه ووضعوا له التكملات وبحثوا في تراجمه وعرفوا برجاله وبإسناده وأنشأوا حوله الافتتاحيات والختمات ونظموا حوله القصائب والأشعار حول ترجمة صاحب الكتاب وفضائله وكتبوا حول مزايا الصحيح وكتبه وقد اشتملت عنايتهم به واهتمامهم ما ظاهر حياتهم السياسية والفكرية والاجتماعية من جميع النواحي هذا الاهتمام كان صادر بشكل كبير ما شغل الفقهاء والعلماء والمحدثين والأصوليين بل كان من لدن السلاطين ذي الدولة المغربية على مر التاريخ مثلا السلطان سليمان العلوي رحمه الله كان ينفق أموالا كبيرة فقط للحصول على نسخة من النسخ النفيسة لصحيح البخاري تلقى السلطان أبو الحسن الماريني كان يكتر من سماء صحيح البخاري ما كي اسمع لا أغاني ولا ديسكات لكي بغي يسمع يقول لهم قلوا لي صحيح البخاري كان الشيخ زروق رحمه الله كان عنده في البلاط وشيخ جليل يحكي كي قال كان أحب الأيام إليه سماع الحديث يقرأ بين يديه كان يستكثر من سماع جامع البخاري قرأته عليه مرات ومرات هذا السلطان أبو الحسن الماريني السلطان المنصور الدهبي كان يعقد لصحيح البخاري مجالس طول سنة وخصوص في رمضان يقول المؤرخ المغربي المشهور أبو العباس الناصري في كتابه الاستقصى لأخبار الدول المغرب الأقصى كان يقول عن السلطان المنصور الدهبي هكذا كانت سيرته في شهر رمضان عند ختم صحيح البخاري وذلك أنه كان إذا دخل رمضان سرد القاضي وأعيان الفقهاء كل يوم سفرا من نسخة البخاري وهي عندهم مجزاء على خمسة وثلاثين سفرا في كل يوم سفر إلا يوم العيد وتاليه فإذا كان يوم سابع العيد ختم فيه صحيح البخاري وتهيى له السلطان أحسن تهيئ كان السلطان في الختم للبخاري يتهيئ كي يلبس أجوة تياب وكي دلواحد المجلس في البخور في الأعيان في الفقهاء احتراما لصحيح البخاري السلطان الحسن الأول رحمه الله تعالى لما بان قصره بالرباط ودشنه باش دشنو دشنو بحفلة عظيمة ضمت قراءة صحيح البخاري بمحضر العلماء والوزراء والسفراء التدشين كان بقراءة صحيح البخاري تبركا السلطان مولي اسماعيل لمعروف بسفرياته وغزواته كان إذا سفر كان يقدم نسخة من صحيح البخاري محمولة على دابة من أفره الدواب كان مقتديا في ذلك بأثر الموحدين في تقديم النصحة وكتب الصحاح فكتب الموكب الملكي دي السلطان ماشي السلطان والول يجعلوا واحد الدابة مزينة من أفهم من أفخم الدواب وفوق منها كين الكتاب الله المصحف الشريف وكين الصحيح البخاري هذا هو السيرة دي السلاة المغاربة لك نحافظ الدين ماشي السلطان والول كتاب الله وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المولى اسماعيل في إحدى الغزوات وفي واحدة ظروف صعبة حكم المغرب كان كون واحد الجيش عظيم منهم جيش من العبيد من اللي بغي يقوم بالغزوة أحضر كتاب صحيح البخاري وخاطب العبيد قائلا أشقل في الخطبة ديالو هذا السلطان مولى اسماعيل قال أيها الناس أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه المجموع في هذا الكتاب يعني البخاري فكل ما أمر به نفعله وكل ما نهى عنه نتركه وعليه نقاتل فعهده الجميع على السمع والطاعة وأدوا القسم على الصحيح البخاري ولهذا أطلق عليهم جيش عبيد البخاري معروف في التاريخ جيش عبيد البخاري أنهم أقسموا لا يتراجعون يدافعون عن حوزة الوطن فإذا استردنا العظم من الكتاب لن ننتهي ومع ذرا للتطويل أيها الأحبة الكرام السؤال أي واحد كنتقد الآن صحيح البخاري را كنتقد المغاربة في عقر دارهم في عمق كبدهم لماذا هذا النقد اليوم هذا ليس بجديد لأن النقد كما قلنا منذ القدم ولكن اللي بغى على الأقل انتقد كان عنده دراية بعلوم شرعية كبيرة منها علم الجرح والتعديل علم الرجال وعلم الأسانيد وعلوم اللغة العربية وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم أخرى لكن تلقوا بأن اللي كنتقد ربما قد يشرح شرحا سطحيا للأحاديث قد لا يكون متمكن حتى من اللغة وغير متمكن حتى من النحو ولا من البلاغة ولا من التفسير ولا دراية له بأسباب النزول وأسباب برود الحديث وإنما يشرح الحديث ربما بدون الرجوع حتى إلى باقي الأحاديث الأخرى والآيات المرتبطة به هذا كنسميه كنسميه السياق والصباق واللحاق أن الجزئية تفهم في إطار الكل هناك تقنية كبيرة وضعها العلماء في أصول فقه الحديث الكاتب اللي كنتكلم عنه اليوم أكتب كتاب سماه سماه صحيح بخاري نهاية أسطورة نتساءل ما الذي دفعه أن هذا الكتاب العظيم يقول فيه هذا الكلام بجرة قلم سوف ينهي هذا الكتاب هو يقول بأن هذا الكتاب فيه مصوص تساهم في نشر الفكر الإرهابي ويتغدى عليه الفكر الداعشي ويتسبب يوميا في مقتل العديد من الأبرياء وتقع فيه الانفجارات فالمؤلف هو ربما مشكور أنه أراد أن يدخل في الحملة ضد الإرهاب لمحاربة الإرهاب مشكور لذلك لكن ليس من هذا الطريق أنت الآن ربما قد تضعوا الزيت في النار وقد يشتعلوا الإرهاب أكثر باختصار شديد الخلاصة لقال الكتيب قال لك بعض الأحاديث تتعارض مع القرآن وتتعارض مع حقوق الإنسان وتتعارض مع المواثيق الدولية ومن أبرزها مثلا الكتيب رجل مؤمن ويؤمن بالقرآن ولكنه يعوزه تقافة شرعية مثلا استدل بقول الله تعالى قال ربنا عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه آية قرآنية متفقن عليها جميعا نعم أحسنت فكيقول لك ملكا نقلب البخاري كالقف وستمنوا وحد الحديث منسوب إلى النبي صلى الله للعالمين أيضا يقول في القرآن العظيم كالقو لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي وكيقول الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يعني ما كيش لإكره في الدين وما كيش سيطرة لكن في البخاري كان قرأوا حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويوت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فكيقول كاتب كيف شهد الأحاديث في البخاري وكيقول بأنها صحيحة وتدعو إلى القتال والقرآن يقول وما أرسلنك إلا رحمة العالمين لا إكره في الدين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر العلماء الفقهاء يقولوا بأن هذا الأحاديث اللي جفها الدعوة إلى الحرب هي كانت خاصة بضرفية معينة وهي ضرفية كفر قريش وعرب الجزيرة لحظة فشق النبي الكريم هذا الكلام كان ديكس على الجزيرة العربية تعج بالأصنام وبالوتنية وكان فيها صناديد يحاربون الإسلام ويحاربون التوحيد فالنبي الكريم استنفد جهده معه في الحوار وفي الدبلوماسية والدعوة بالحسن وجاء الختم في عام الفتح فقال النبي هذا الكلام قاله لأنه ما يسمى في علم الحرب مرة كنت مع واحد الناس في الجهاز العسكري شو واحد من العسكر قال لي نفس الكلام قلت لي يا سيدي الفاضل أنتم في المدرسة العسكرية ملكت ربول عسكر وكي يقول الحرب وكي يقول لك العدو جاي داخل قتقول لها إحنا ندعو إلى الرحمة إلى الحوار قتقول لهم لا إلى الأمام قتقول لها لابد من المواجهة التحميس هكذا في هذه الآيات وهذه الأحاديث خارجت مخرج التحميس فكي يقول بأن كذلك بعض الآيات القرآنية قد يتلقى المرتد المرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون المرتد ربي ما قلنا قتله قال لك احتل الآخرة عادي تحسب معه ربي انتم مباشرة ما تكلموا معه المرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما قلنا نحن يتحكم معه خلي منه المولى وكان قرأوا كذلك يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدل على المؤمنين أعيز على الكافرين هذه الآيات كلها قد يقول للمرتد ما قلنا ربي عز وجل تحربوا معاه ولا قتله لا هذه الآيات قد يقول لنا حتى للآخرة فكي قل كاتب ومع واحد مجموع من المتقفين هذه الآيات القرآنية تتعارض مع الأحاديث لكن في البخاري أمرت أن أقاتل الناس هذا كلام لكن لو دققنا جيدا في الأحاديث وفي القرآن غد القو بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى من القرآن ماذا يقول في ضرف يا قتالية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر سورة التوبة فيها مشموعة آيات هكذا لأنها كانت آية حربية فماذا نفعل في هذه الآيات نحيدها نحيد قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا أريد أن أسرد بقي الآيات لأن البعض قد ينزعج آيات كثيرة فيها هكذا فإلى جمعنا المضمون غد القو بأن الإسلام دين السلم دين الرحمة دين العدالة ولكن لما يكون هناك حرب ويكون هناك مواجهة كان النبي الكريم يحمس الجند للتقدم إلى الأمام فالأصل في الإسلام أنه دين السلم دين رحمة دين حوار إلا في اللحظات لكي تكون مواجهة في الحرب لا يمكن للنبي الكريم أن قد يقول لهم ارحموا موتاكم هذا قال سيدنا المسيح سيدنا المسيح كانت يقول لهم من صفعك على خدك الأيمن فآدر له خدك الأيصر ومن جاءك يسرق غدائك فهديه عشاءك سيدنا المسيح عليه السلام ما كانت له دولة ولا جيش ولا نظام بل كانت دعوة روحية صرفة أما الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان القائد الأعلى وكانت له دولة لها أركان ولها مدينة نموذجية في بعض القضايا أخرى أترها صاحب الكتاب قال لك القافي البخاري بعض القضايا تعارض الحقيقة العلمية أحدث نبوية معارضة للحقيقة العلمية والحقيقة العلمية تقول بأن تعاقب الليل والنهار يأتي نتيجة لدواران الكرة الأرضية حول نفسها في المقابل يلقوا كلام ينسب إلى النبي في البخاري يعتبر في أن الشمس تذهب وتسجد عند عرش الرحمن في الغروب وتظل ساجدة حتى يأذن لها الله تعالى بأن ترفع رأسها لتعلن عن شروق الشمس فالكاتب قال لك هذا خرافة كيف أن الشمس قبل ما تشرق علينا كنتمشي كنتمشي لعرش الرحمن وكتبقى ساجدة كنتأخذ الإذن عاد تجي وفي الغروب قبل ما تغرب كنتمشي لتلعش الرحمن وكتأخذ الإذن عاد ترجع قال لك هذا شيء يخالف الحقيقة العلمية احنا عدنا نظام في تعاقب الليل والنهار وعدنا نظام في دورة الكرة الأرضية تقول لي يا سيدي هذا كلام النبوة لو تتبعت تتمة الحديث ماذا قال النبي الكريم ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤدى لها يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم هذا كلام النبي الشمس هو الكاتب لم يستوعب بأن الشمس كوكب ناري قبل ما تشارك علينا كل صباح كالتمشي لها تلع عرش الرحمن تظل ساجدة حتى يعطي الله الإذن وفي الغروب كذلك تظل ساجدة حتى يعطي الله الإذن في الشرق أو في الغروب فهو لم لم يستوعب هذا الكلام واش نقوله في عدة آيات قرآنية مثلا قال الشمس القمر ما كنت تكلموش ألم يقول ربنا عز وجل عن الشمس والقمر ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ايتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين هذه آية قرآنية لا يمكن أن ننتقد القرآن هاو القرآن كنت تكلم على أن الأرض والسماوات ربك يتكلم معهم وكين جاوبوه عندهم تم اللغة خاصة وكين حوار ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ايتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وهكذا الكتير وحد الحديث نبوي الشريف اللي قره للكاتيب در فرص وهو حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء قال لك هذا حديث من كيش تكون النبي الكريم يقول هذا الكلام عندك وحد الإناء وحد الكسدير الماء ولدي لتي جات وحد دوبابة طحت فيه قال لك الحديث اغمسه اغمس دوبابة كاملة ثم حيده فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء قال هذا فقه البداوة ولكن الغريب هذا الحديث خلق بروفيسورة كبيرة في شركة باير الألمانية مختصة في علم الحشرات غدير دراسة على الدوباب واتلقى فعلا بأن الدوباب في الجناح الأيمن عنده ميكروب وفي الجناح الأيسر عنده مضاد الميكروب وجعلها تؤمن بأن هذا الكلام كلام نبوة وتؤمن وتعتنق الإسلام وكثير من هذا القبيل فأينا أحباء الكرام معذرة إن كنت قد أطلت عليكم هذا من غيرتنا على الدين ونشكر كاتب الكتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة نشكره لأنه عنده واحد الفضل عظيم وهو أنه استفز مشاعر الكثير من العلماء والخطاباء والمحدثين واسمعنا بأن منابض الجمعة تكلمت على صحيح البخاري واسمعنا دروس الوعد والإرشاد في المملكة الشريفة تدافع عن صحيح البخاري واسمعنا تعليقات دي العلماء جلاء في المجلس العلمية يدافعون عن صحيح البخاري فشكر وألف شكر لصحيب الكتاب الذي سماه صحيح البخاري نهاية أسطورة لأن الاستفزاز أحس أحيانا في خير عظيم مرة كان جل المغرب أحسين أحسين جل المغرب وكان في مصر في القاهرة وصفر إلى باريز مدينة الجن والملائكة ودرش علاقات مع الناس مع علمانيين ودزع المغرب فاستضافه المغاربة وجابه القرويين وجابه علماء جلاء فوقها بدك الجلالة بديلهم والطريقة التقليدية وتحسين كان يدعو إلى إزالة الجلباب لابس كوستين تخوى بوطان دير إن كافات ودير دي بارفا ماد إن باري وجاب معا الزوجة دياله من اللي أعطوا الفرصة باش يتكلم ماذا قال تحسين قال ايتوني بقلم أحمر لكي أصحح القرآن صدم الناس لأن التحسين كان عميد الأدب العربي ومغاربة كبروا به وجابوا عندهم القرويين وتجمعوا بنيده من اللي خطها طب فيهم قال لهم ايتوني بقلم أحمر لأصحح القرآن فلا عديد العلماء غضبوا وبدو كينتاقضوا وقالوا القرآن معجز وبدو كينتكلموا على إعجاز القرآن والبيان القرآني والآيات لفا إشكال رأى عند معاني أخرى وأسرار كثيرة من اللي رجع الاحسين إلى القاهرة أسمع الرضود الكثيرة قال لهم لقد نجحت في مهمتي مهمتي كنت أريد أن أستفز العلماء لأنني راحت بأن علماء المغرب غلب عليهم الخمول وغلب عليهم الصمت فأردت أن أختبرهم فكان لابد أن أستفزهم لكي يردوا فقال لهم تحية لعلماء المغرب علماء كبار علماء أفداد علماء متقنين لكنهم لا يتكلمون كثيرا فأرادهم أن يتكلموا نحن اليوم كنقول لصاحب هذا الكتاب شكرا لك الشكر الجزيل لأنك أعطيتنا هذه الفرصة فرصة أننا استفزلتنا وجعلت العلماء والخطباء كلهم يتحدثون عن هذا الكتاب وعن ما فيه من أهمية قصوة أيها الأحباب الكرام لن أطيل عليكم نبقى مع فاصل قصير ونذكر بأرقامنا الهاتفية لكي نتواصل معكم ربما عندكم تعليق كبير حول هذا الموضوع ربما أنكم أيضا وقال لكم استفزاز من هذا الكتاب نهاية أسطورة أرقامنا هي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 وكان أكد بأن الإسلام قرآن والسنة نور والنبي المصطفى نور عظيم وكل من حاول أن يطفئ هذا النور فإن محاولاته البائسة سوف تدوب وتبوء بالفشل لأنه نور على نور محمد نور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعود أيها الأحبة الكرام لنستقبل مكالماتكم ونبدأ من القنيطرة مع أخينا عبد الرزاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً حياك الله حمولي الله بذلك يا أخويا يا ألف مرحبا أخويا نعم سيدي مرحبا أخويا بعض الزوجة ديالي إيا والزوجة ديالي كتنوية هذي خير والسكنة ديالنا بحديتنا إيا وصميته وأنا كندير إمام كندير إمام مزيد بارك الله وصميته كنجي وحد يوم كندير يومين سيمانة رليا بعض الجمعة الصباح ساعة دي الجمعة كنجي بحالة الجامعة نعم وحرقت لي الدار وصميته ودات لي الوليدات ودبرنات قريبا هذي جاي العامين دابا مشتو ليداتي الله الله ودعتني في المحكام وصميته ودبا تنخلص المفاقهم وكان شوف شولادي لا حول ولا قوة إلا بله ودبا وليداتي دابا وفين بشاتي دابا أنا أسميته هي كتنجي حد كورد إيا وهي بشات ما عندها كاشي مواصلة في دار بيضا إيا وبشات الفمائية ما عشت كل إداها وداتي يعدي ثلاثة دلوليداتي دلوليداتي دابا وفشيت دكسيد عديل المحكامة إيا مشيت كان قلب دكسيد لقيت واحد العنوان وذلك العنوان دا يلا تدرب دعم وفشيت لا حول ولا قوة إلا بالله قلت لي وجرين آآ سميته وقلنا المولاد دار لكاليرها خليها دي تبعد منها لا حول وما صافي وما ما لقيت شي دابا سميته ونفقة تنخلصها ولكن ولداتي قلصا في الضياع ما عارفهم واش تقراو واش ما تقراوش واش وباقا صغار صغار بزاق وقد سد عليهم وتنشي لا إله هيل الله فيك تبشر الله أعلم سيد رزاق كيف شوق عن المشكل هل بغتاء وقعد واش عند الأعصاب مقلقة منك لا لا لابا هي عندها وحد خوتها نعم الإناث نعم عندهم ديور رجالتهم كاتبنهم على اثنته على المسادي أولهم آآ الراجل نعم كاتب على مرته هي بغياني أنا نكتب عليها الدار نقول لها ده بالدار ديالي وديالك وديال الأولاد إيا ليش أنكتب عليك أشمع عليك قد تقول لأ كتب عليها من لي ما وديت لنا هدل آآ مهم غير أي سيبات منها تريد وصافة وقعت تسميته من كان نجي الله سعد في الحاج كان نمشي المحل ديالي في حل غادي السيجن لا حول ولا قوتي يومين حل مدوزها في السيجن ووليداتي تأسان فوق الدار تسلوني فوقاش نجي ليلة إلا الله غير يشوفوني الثمن طموبيل حيث دار عادي شوية قريبة الشرط يعرف يشوف يطلوا علي الوقت يعرف أنه بكر تنجي غير تنجي بحلقة تسلق وما كيف فرقوني لالي لا نهار شو معي الجامعة الثمن طلي يجي شو معي الحارة ويتسودر ما كيف فرقونيش وعرفتي دابا من اللي بشو دابا هم مصدومين ما شاء الله وانا والله سيد الحاج عرفتي ذا كنهار اللي بشيت لقيت الدار دي اللي محروق ومبلجاها لا حول ولا قوتين والسوات نسيتهم في جامع ما ديتهم شو عاد وليت رجعت في الجامع ليلة هيل الله حيث كنا عندي أنا مليوت لهم بشيت عاد رجعت من القناة ورجعت مليوت لهم عاد حليت لقيت الدار عامرة فرعت فرعت دك الان ونبي دي الماء فرعت مليوت دار عامرة بالماء والآتاب دي شوي ما خلت تش حذا كان تحذ ميت في بيت الماء وش معصب شو ميل لنه هذا تصرف جال شو واحد عصابي شو واحد متشنيج ما شاء الله ما شاء الله ما عرف بس عزق اخويا بالنسبة الوليدات انت هي الحاضنة نعم ولكن من القانون تعتك مرة في الأسبوع انك يكونوا معك دبا ما تشوف شو مجد دي لك محرم منهم محرم منهم نهائيا ما تشوف مش جا وهم عرف في وحد الحالة يقول لي الجير اللي كان تساكن احدهم نعم يقول لي قيل عيط على عدن الدين لا حول ولا قوتي إلا بالله وبش تم عدل بوليس واسميته هو كان ريشورج يرى دي رشير شي اه وبشيك العدل بوليس بما يقول لما يرى ريشورج يقول لك ودي احنا عم شو معك ولما القينا اش كن قل لما يرى هكا تكون اسميته انا اسميته راح اسم دك الدرب درب غلف ولكن ما عارش انا في نقل كوي هي الدرب درب غلف طوال وفيهم السكان بالمئات صعيب باش تلقاها نعم يا اخويا ويتمن اسميته هذا وقد خبه ونفت عليها وده ترجوع ونفت وكذا وهادي ورا ان شاء الله والسيس عبدال عبدالرزاقة مشيت العائلة ديالها خوتها ابوها عمامها العائلة ديالها نعم عارف الحقيقة عارف الحقيقة بأن بنتهم دارما ولكن ما هم في تناجلهم على هذا ديالها ومتا مولون عاها ما شاء الله وسعبدالرزاقة دي سنتين وانتدى ببلمرة بلولاد كيف تعيش حيات ديالك في عبر الساق حياتي ما شاء الله والله العظيم نقول لك أنا غير غير لستخذار واسميته قيم ليل واسميته بش كتولي فيها اسميته ديك هذا ما شاء الله حد الحالة ما شاء الله رغمك كنصلي بحركة وتنسه الله سنعوانك أخويا أنت إيمان بالنس ما شاء الله إيمان وكان سميته دبنا محرر من الزواج محرم من ولداتي محرم بالزنس سميته ديال الحالات لا حول ولا قوة إلا بالله سعد رزاقة إلكت ربما هي في الاستماع أو يقدر ربي سبحانه وتعلي يجمع بالقلوب أش ممكن تقول لها سعد رزاق رأيه في الاستماع الآن بإذن الله شوف نقول لها غير ولداتي نعم ولداتي نعرفهم فين كين ونشوف ولداتي ونربيهم أنا حسن طربي ونقريهم ونعرفهم اسميته وهي الله يزعل براكة هي دبا عام السحاج وشان عارفة فين كين وكيقولوا لي اسميته خارج اسميته طريق لا حول ولا قوة إلا بله ممكن ليس في الحاجة انا بصنا الرزاق حاول سمية وعلا وعلى الأقل غير لولداتي يكونوا معك تشوفهم مرة في الأسبوع على الأقل مرة في الأسبوع ولداتي خطني تشوف ليداتي لا إله إلا الله خوية الله يفرج عليك سعد رزاق الله يفرج عليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليسمعنا اليوم في هذ القضية دي الأخين سعد رزاق الإمام اللي هو قدوة دينا القدوة دي المجتمع شفنا قضية دي الطمع ودي التقليد الأعلى كما جاء في قوله المرأة شفت بأن العائلة ديالها خوتها كتبوا لعيالتهم كأن بعض العيالات كتبغي الراجل يكتب لها الأملك في سميتها عاد تشعر بأن تشعر بالضمان وتشعر بالتأمين وهذا كثير في البعض النساء كتب لي كتب لي سيدي اغدى بعد اغدى تزوج عليها او اغدى بعد اغدى تموت وتجمك تاخد سدوس او اغدى بعد اغدى يوقع كذا وكذا هذا طمع هذا جشع ربي سبحانه وتعالى قال لنا اللي عنده شي ملك يبقى في سميته احتيت وفاء وركن القسمة عادلة إلا من أراد أن يعطيه طوعا لا كرها للأسف شديد الطمع والجشع لا يأتي بخير من البعض كتكون الحياة كلها مرة والحياة كتعد كلها عناد واحتى واحد ما ربح كل شي خاسر لسمعنا ندب الآن هو الساعة عبد الرزاق امام مسجد وكيعاني الامرين والزوجة دياله الله اعلم بها ره هي بقى شابة وعنده وليدات ووجات للدار البيضة مدينة عملاقة اللي كيجيه لها الرجال كيجيه فما ظنك بالنساء اللي عندهم الأولاد اكيد الساعة عبد الرزاق كنت مطمئن بأن الزوجة ديالك تكون مسكينة غير مضربة مع الزمن ومع الدبع هي خاصة غير اللي ريجل لها الفكر ديالها ريجل عج بأن هاد الشي اللي فقدت الخير كانت عندها أسرة مستقرة عندها زوج كيجيب لها لقمة العيش عندها وتبعت أقوال نساء أخريات ومسر الكاتهش فالأخير كل شي ضيع متى ضيع وهي ضيع وأكبر الضائعين هما الأولاد ثم المجتمع فيما بعد لأن أي مواطن كان ضائع ركي خلق لنا في المجتمع وحد رقم ناقص وكتعود العملية جد معقدة أخي عبد الرزاق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاد المرامة اللي حرقت لك الدار وفيضت فيها الماء ره ماشي طبيعية أكيد أن عندها أعصاب وأكيد عندها شي أفكار اللي هي يفوق طاقة ديالها نلتمس لها العذر وخصوصا لما تججت تججته هربات ماشي طبيعية لأن المرأة الطبيعية ما تآدي البيت وربما تصيح ترفع صوتها تطالب بحقوقها ولكن تصل بها الدرجة لإحراق البيت وإغراقه بالماء ثم تهرب بالولد ديالها هاد المسكينة مريضة عصبية خاصها الدواء كان وجه واحد نداء للقوضات في المحاكم في بعض القضايا مثل هذه الله يجزيكم بألف خير السادة القوضات ثم المنارة دي المجتمع ما تبقوش تساهلوا في إمضاء الطلاق بسرعة حاولوا ما أمكان تبقوا تديه وتجيبه في الرجل والمرأة تديهم وجيبوهم وباللاتيه وقع ونكتفوه من عملية الصلح ولاقتضى الأمر العلاج النفسي باش تبقى الأسرة مجموعة للأسف القاضي كيكتر عليه الشغل وكيد الحصة اللولة والتانية والتالتة وكيمدي الطلاق ومليك يمدي الطلاق ما كانت انتهيش لمشكلة هاد كتبتها مشكلة كبيرة لجميع الأطراف والمجتمع تبدأ يغرق وغاديك يغرق للأسف شديد أخي عبد الرزاق أنت قول لك أخويا نوصيك بالصبر امتدى بلآن إمامية الجامعة كتقدر وقتك في الصلاة وكتعمر وقتك بالاستغفار راهده وطرق دين الأولياء واش كتعرف أخويا عبد الرزاق بأن معظم الأولياء اللي في المغرب يقول المغرب بلاد الأولياء والمشرق بلاد الأنبياء إلا قرن السيرة الداتية دين الأولياء دين المغرب غادي القواب أن معظمهم تعرضوا للظلم تعرضوا للقهر وعدد منهم تعرضوا للظلم العاطفي من الزوجات ديالهم حتى في الأخير بقى سوليتاغ بقى كعيش عازب بمفرده وفين مشى مشى لشي زاوية وانزاوى بنفسه وبعد المخلوقات كلهم وانشرح صدره لذكر الله بعد وحد المدة مباركة كشف الله له النور ورفع عنه ستار الغيب ورأى برؤي الله فأصبح من الأولياء لقل فيهم الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزن سعبد الرزاق أنوصك أخي أنت إمام أنت أدرى مني وحمل لكتاب الله تعالى عليك بالمحرب وعليك بقيام الليل وفي السجود ردد قول الله تعالى وهو على جمعه موئد يشاء قدير وهو على جمعه موئد يشاء قدير وهو على جمعه موئد يشاء قدير وإن شاء الله يتجمع المتفرق هذه الآية قال العلماء والمفسيرون اللي عندهم أسر القرآن ملكت قرها على شيء معين وكان متفرقا يتجمع يتجمع كانوا الملوك السلاطين في الغزاوة الحروب كيدوا معهم الأسطول العسكري ومعهم فقهاء وأولياء ملكت فرق الجيش وكيبغين هازم كيظلوا هذك الأولياء والفقهاء يسجدون لله ويقرؤون هذه الآية وهو على جمعهم وإذا يشاء قدير فيتجمع الجيش إلى نقطة القيادة من جديد كذلك لم تفرق لي شيء حاجة وبغير رب يجمعها كيقول هذه الآية وربك يجمع المتفرقين وعليك في سجودك أيضا تناجي ربنا وتقول أينما تكون ياتبكم الله جميعا أينما تكون ياتبكم الله جميعا أينما تكون ياتبكم الله جميعا هذه الآية ذاك الغريب ذاك البعيد الليدر ألف وألف عقابة مش مستشع عندك ربي سبحانه وتعالى بقدرته كيجي متل عندك مكتف بالسلسل جيتل عندك وخيكون عفريت من عفريت سيدنا سليمان عليه السلام كيجي خاضع راكع ببركة هذه الآية أسأل الله الكريم أن يجمع شملك مع زوجتك مع أولادك وخي عبد الرزاق اللي قلت بأن المرأة انحرفت هذه كرة وساوي الشيطانية لا تظنوا بها السوء راها مضرب غرم عزمان راها بحالك لقوهم زا في المجتمع كدقام سينك تدير الميناج ولا كتشغل كتشتغل عن شي هائلة منظفة كتقلب لقمة العيش ما نزيدوش عليها مراتك راك حسب ما يظهر لي فيها الأعصاب وعند التقليد الأعمى سمعت سمعت عيلة خوتها عندهم الديون هي ما عندهاش مرأة عصبية راها عند التقليد الأعمى راها مشيخ خيبة راها مرأة مكافحة وده الشريقة اللي أعقلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يجمع شملك أخوي عبد الرزاق والله يقويك في إيمانك ويقينك ويسعد قلبك اللهم آمين يا ربي كريم وغن تحولوا من قنطرة إلى مكناس مع للا هيبة أو للا حاجبة حاجبة للا حاجبة أهلا وسهلا بك للا حاجبة أهلا بك الحاج كثير لباس يا مرحبا يا مرحبا لباس عليك بخير لك تخيرك للا عقل كالية الحاج الله أكبر للا حاجبة مرحبا بك أختي جاء منك للا قلب الرحيمة عقل كالية أي عقل تعليك الشاب الطيبة الودودة المحترمة لفارح ما في قلبها مرحبا لله حاجبة ربي خليك الحاجبة سيخبرك الله وفيك الحمد لله أكرمك الله أكرمك الله أختي أنا كان وجاء لفارة لعب الناس إيه إيه مرقبون بالله إيه ما أخطونا شي خير معقول إيه الله العابين صلى أنا سمدلهم اللي كانت التراث واخد دياب اللي كانت الناس نعم إلا شيء ضلومني كنتمه له نعم إلا شيء مرحبا لله كل شيء تغير خير كل شيء ليلة هي لله ما عندي لحقد لحاسد لكرهية فانت مرتاح الحمد لله والله إلا حاجبة إلا سعيدة وقتين بإلا دمارك الله حاجبة سعيدة دمارك الله الله العربي أس الحاج هني ألك ليلة حاجبة أنا رنيا كنتم أعطوش الحاجبة لكتزوجنا شيء اثنين وثمين عام إيه ومن بد ترطلق وطلق طرس ليلة هي لله كيف شو قال لك اعطي حاجبة كيف شو بنتي ضحيتي بستو عشرين عام ديالزواج آآ ليلة هي لله ما قاعدت فهم ما ذكر رجل شكل غير وطلق منه وقدرت شقق وطلق طرس وارتحتي من اطلقت يا حاجبة آآ بنتبال رحا حسن رقاء حمد الله ما أرتاش يتنزل إيه عايش معزة مكرران ما عندي ضارع عندي خير حمد الله أخوتي ما عملين في يا ولولدات حاجبة الحمد لله كان عندك الولدات حاجبة لأخوية ما عندي شد أقال حاج ما عندي ما وقف ما قد كي يولد هو آآ مبادع على الأقل طلاق اللي ما فيه ولاد حالو سهل لكن اللي صعيب هو اللي عنده الولد ما عندي شد أقال حاجبة ما شاء الله قدر الله قدر الله حاجبة اللي قصنا في الدنيا ربطنا في الأخير إن شاء الله الحمد لله يا رأيها بنتي معقولة أيامة حاجبة الحمد لله أنا بغيت لهيه مهاجرة ثانية أكيد أكيد حاجبة أكيد ليلة الحمد لله والله ورغم ورغم ذلك أصبرت معاه وضحيت معاه وضحيت بحيتي وضحيت وضحيت بحيتي مهاجرة ما شاء الله وهو حج الحجات إيه حج الحج الثانية ومو يضرح مهاجرة وضحيت وضحيت بحيتي ومعنده ومعنده قبل يخلصي إيه نرز نعم ومعلي وعلي وعلي نكرني فيه صداقة في سبيل الله لا إله والله شديكي الله يكتخلك الله حجبة الحمد لله أنت أعطتنا واحد الوصفة جميلة الأخت حجبة وصفة جميلة دي السعادة حجبة رغم الظروف الصعبة وهذا قدر الله سبحانه وتعالى اللي مزوجين في السماء واللي مطلقين تمو في السماء هذا كقضاء وقدر إلهي حجبة رغم هذه الظروف الصعبة أعطتنا واحد الوصفة جميلة يقول لك واحد المثل الشعبي سول المجرب لا تسول الطبيب حاجة يبعطتنا الوصفة دي السعادة رغم الهم والغم والظروف الصعبة وصفة السعادة هي أنك لكن تريد أن تسمح للناس عند النوم تسمح للجميع وما تخليش في قلبك أي كراهية لأحد وكتحاول ما أمكن كل شيء يكون عندك عزيز وكتفكر وكتتمنى للجميع الخير وهكذا تكون سعيد هكذا حجبة وصفة جميلة بسيطة جدا للناس المتخصمين فيما بينهم كتب الله الخصام هذا قدر الله مكتوب ربي ولكن اللي صعيب من الخصام هو المخلفات على الخصام كيبقى القلب دي أنك يغلي كيغلي كيغلي نهر كد مشتائنة في القلب هي لك تسبب لنا داء السكري وداء ضغط الدم وداء أدواء مرض مختلفة دي العصر إذا تسبعنا الوصفة اللي قتلنا لحجبة من مكناس أكيد أي متخاصمين غريباتوا هدليلة مرتاحين وغريص بحسو عداء بإذن الله وكانت أسفو لأن الناس كيوقع لهم الطلاق بسرعة لابد أن يبقى شوي تصبر لأن ربي سبحانه وتعالى سمى هذا الزواج ميثاقا غليب ما نفكوش بكل بساطة رأى ميثاق غليب ما كيتفك إلا في الحالة الخطيرة حال خيانة الزوجية أو ما غير ذلك أما من دون هذا مش أي سابات مادية اختلافات في الأفكار مكين بس نزيده نحفظه اللقاء فيما بيننا مكين بس رأى يوم القيامة عادت مكين تعويب المرأة المطلقة والمرأة العازبة ربي عز وجل كيعود رزقها زوج آخر اللي هي مزوجة مع زوجها رأى كيتبعته بجوج وكيتبعته منعامين مكرمين معززين عند رب العالمين والتي تبعته وهي عازبة ربي عز وجل يختار لها أفضل عريس في الجنة ويقيم لها أفضل عرس في الجنة وكذلك المرأة المطلقة لما عندها زوج وتوفيت وهي مطلقة ربي عز وجل كيختار لها أفضل الرجال وقد يكونون من الصحابة رضي الله عنهم فالإنسان مكين لاش يتقلق ويغتم مادم أمامنا واحد الحياة فيها الخلود الأبدي وهي قريبة إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبة غدا أو بعدو منتقلوا إليها فانصبرو وسعدتك يا فاعل الخير وسعدتك أيها الصبار وسعدتك أيها المسامح وسعدتك يا من ما تددو الخير لك ملك الرجاء للا حجيبا شكراً لك غنتحولوا منك الناس القنيطرة مع للا خديجة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شيخ وبركاته مرحبا أهلا وسهلا خديجة شكراً لك يا مرحبا بيت نتولك يا سيدي أنا يا ما كمش كان أولد نعم وشي ربع سنين من باش ما أولد شكت كان دير الدعاء وفضل الله وفضلك فضل الله سبحانه واحد مرة برمدان أنا نعافي كان حلم أنا عندي بنيكة إيه فتو مضغربتها ما تبغش تغدار مني إيه وفعلا ما سيديدك الشيلي وقعت سبحان الله جول عيس تغير وحملت والله وفش ولدتها ما تبغش تغدار مني مرة سبحان الله العظيم دبها هاد الشلم هادية بغش تغير شوية وقد معرفت تفكر ديالها ودبها وهدي 7 أشهر كبارك الله عندها كبارك الله وقد تنحاول معها في هالحكة وتكسير بغش تغير اي حاجة دبها تغير خياركمها وإن يلقزه لا ترى تعلم تغير خياركمها ليلى هيل الله الله يسعدك بها يا رب ليلى هيل الله خديجة ولله خديجة من لي أربع سنين ما ولدتيش شفتي الطبيب في الأول عرفتي شنو الأسباب طبيب هالما راحدة قل لي ما عندك حتى مشكلة صافيح بذ والزوج ديالك تاوه ما عنده مشكل اوه صافيح بسناب كانت صنعي وتندعيه وانا حليم ستيقو الزوج ديالي وتيقولي هكا ربعات ونقولي لا ربما تغدعش مني الله يلا هيل الله وفتح لك شوولي وقاعد صحيح عيط من العربة معاتش ولكتا ادعيها ما ضعيش شدها والله يحفظ لك البنيتها والله يخاويها والله يخاويها في القريب العاجل لا تكشي مولود ذكر ويمتعك الله بالصحة والعافية وطن العمر وهانيقلك وهانيقلك وحنا للا خديجة هناخد بنا واحد درس بليغ الزوجات لي عندهم تأخر في الإنجاب واللي كيبقى مقلق وحازين وكيبقى مهموم راه الطريق واضح كمشي في اللولة عم الطبيب إلا كانت شي نقصان دي الشي مواد معينة في جسمي راكي الطبيب كي ينتبه لها كي أعطني الأدوية وكنت شفا إلا قدر الله تعالى بأن القضية فوق الطبيب لا أي أس وإنما أطرق باب الطبيب الأكبر الخالق المبدع سبحانه وتعالى هذا ما فات أختنا خديجة الدعاء والاستغفار والثقة بالله ورب سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق البارئ المنعم جل جلالهم للا خديجة بعض الرؤى المنامية كتكون هي على حقيقتها كأن الرؤى المنامية اللي فيها التأويل وكأن الرؤية المنامية تحمل على ظاهرها أنت من اجتياد الرؤية كانت فيها بشارة بشارة بأن غد يكون عندك مولود وغد يكون بنت فجاءت على ظاهرها فتحققت البشارة والمسألة الثانية والمسألة الثانية القتالة في الرؤية أن هذه البنت ما تردعش فكان كذلك كونها أنها لا تردع هذا لا يزعج ربما لسباب من الأسباب قد يكون في حليبك أو في تديك شيء مادة اللي هي ما لا تستسيغها وربما ولذلك لا تأخذ أمر عادي كإن أعداد الأولاد الصغار البنات ملكتولده مكيبوش البزولة ربما إما كيشم رائحة إما واحد المادة نقصة في الحليب عندك نقصة لأن البزولة اليمنى فيها الغداء والبزولة الثانية فيها الشراب ربنا عز وجل لا غير كتلود المولود يفجر له عرقين في صدر أمه في تديها التدي الأول طعام والتدي الثاني شراب وذلك الحليب في الشتاء يكون دافئا وفي الصيف يكون باردا ربانيا صناعة ربانيا أحيانا المولود لا يلتقي متدي إما لأن الحليب دي الأم في شيء مكون معين وهو لا يستسيغه أمر طبيعي فكان نجعل الرضاعة الإصطناعية ما تكبرش المسألة أعتبر بأن هدية أعطىها لك ربي سبحانه وتعالى سوف نأخذ ذلك الهدية سوف نستعمل الرضاعة الإصطناعية والله يباكلك في المولودة ويحفظها ويخاويها بشي مولود ذكر في القارب العاجل اللهم أمين يا ربي يا كريم موسيقى وهذا يحيلنا أيها الأحبة الكرام على أننا نشكر المولى جل جلاله على هذا العطاء الكريم فأولاء إن شكرتم لا أزيدا لكم موسيقى سوف تحول من خلطرة إلى السلاة مع الأخت ليلى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 فرحانة بالزاف وما عرفت كيفاش كان صلي للنبي وشد لي الخط ديالك هذه 14 سنين وأنا كان صلي شعون يقولك الله يعلم مقامك في الجنة إن شاء الله الله يكتخيلك للشكر لك للليلى عافك بغيتك خاني مرتبك شوية سمح ليا بغيتك عافك دايما يا عميك ورايبان بغيتين سولك أنا عندي 8 سنين وانا كنعاني محض المعرض لاي 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 لا وما خلي التطبيب وكننا أخذ الأدوية بزاف وما تعالجت وما خلي التراقي وما عرفت شنو عندي العميك ورايبان وراك الدقبية بعد مرات ودراري ضعوا لي 4 دراري وان شاء الله دبا عندي وليد وكن بغي نوليد وكن خاف عاو تاني يضيع لي لاي لا هيل الله ومو يم بغيتين سولك واش هذ المرض انا حيش انا كنخاف الله وكنصني وما كنبغيش نقادي الناس مو يم الحمد لله زي ما غادي يفترك بالله سبحانه وتعالى ولكن انا خيص الله يغضب علي فوحد الحويج انا عندي وحد المرض عندي تخوف كنخاف مننش كنخاف من الجو ديالشتاء والرعد نعم يبقي يجيني للوجع فى الكرش ديالي وكنزيني السخانة وكنبقى نترعد يعني ما نقدرش لشت لدك الجو كنقول غادي نموت واتبقى عشي حاجة مو يم هك وما كان نعاش بالليل الله الله وادرة المسنين وانا كانعانم هاد المرض هاده وما زالها مع الزوج ديالي بعيد وكان بقا غي انا وولدي بضا وما كان عاش وبعد مرة كنقوم صبغين وكا نمت الله يطول عمرك يا عمري ومن فمتي بعد مرة كنت قا نبكي ولا طلقت القرآن كان نبكي ولا طلقت الآدم كان نبكي وكان خاف الله بزاف وما عنديش الزهار عميك ورايبان ليلى هي لالله الناس بزاف وخاما كان دلو موالو كيبعدو مني وليدر في معاني زيان ما كيرجع ليش بك شي ما نجيرشي حاجة الله ولكن ما بقيتش كان قدر نصبر على الآدم الناس ليلى هي لله وبغيت كعافك ادعيني اينا وحد الواليدة رادات وحد العملية على القواتر وراعي اينا وانا اصلا معلقى بمي بزاس يعني كم قنقول من قدرش سمي تفرق عليا وعندي وحد العلاقة معها زي قوية ودعيني مع اخوتي ليوم الله ويجي نعربيش منهم يعني احنا مخاص من شوية بعد اليهاتنا ودعيني مع عقوتي شفي الله ودعيني مع راجليك يشد الطريق يعني كو رايبان عليه وحد الكريدي متقل عليه دعيني الله يخفف عليه هاد الكريدي ودعيني مع الناس كلهم وانا في مكان صنطلك عمي كو رايبان كان نلتاح كتغير حياتي لابانا بغيت ينسولك عمي كو رايبان بعد مرة كنبقى ندعي الله وكنبقى نبكي وكنقول يا ربي خفف لي هاتشي ما بغيت حاجة بغيت قانعه باي حاجة وبغيت غير ببيو لكن كنقول الله ما كيستجبش لي استغفر الله لابانا كنقول كذلك شين كيجيني في جماغي لابانا بدي لابانا كنصلي على الرسول كنقول شكونا هو هاد الرسول وانا كنصلي الي وكنصلى صلى وبعد مرة كنقول الله ما غريش يعطني الدراري وما تولي اربع الدراري وما غيكونش الانجاب وكانت عندي وحد دارو مشاكلية يعني راجلي ليه واحد بالدين ويندوذنا صعوبات وكان قافدة وكان مشي في حياتنا وميما نبغى غير تركض الله وصافي عنك ورايبان لا الها الى الله بنت الله يفرج عليك ليلا الله يفرج عليك ونفسك الكروب لا حول ولا قوة إلا بالله ليلا هاتش اللي كيوقع عليك هدا كي تسمى البلاء دي الأنبياء ودي المرسلين ودي الأولياء المقربين المبجنين لأن ربي عز وجل كلما اشتد إيمان العبد كلما اشتد ابتلاؤه يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتله فإذا صبر اشتباه ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب انت يا ليلا خلص فيك البلان دي الابتلاء هاد البلان خلص في الأنبياء خلص في المرسلين خلص في الأولياء المبجلين انت واحدة منهم لأن تشليك قوتي كله الله يحسن عوانك ابنتي كثير كثير بزاف كونك أنك تفقدر بعاد الأولاد هذا بلاء عظيم جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقض كل أولاده إلا فاطمة الزهراء قد توفى بعد منه بست شهر وكان سيدنا رسول الله ذي كل لحظة ما بقى عنده لا أصول ولا فرع ما تولده هو طفل وما تولده احتما يالله كبرشوي وتوفى فبقى سيدنا محمد ما عنده لا أصول لا فرع فقالوا محمد أبتر أبتر مقطوع ما عنده لا أصل لا فرع فنزل قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر لقال هذا الكلام هو أبو جهل وفعلا أبو جهل انتهى ذكره والعياد بالله وأصبح أبتر لكن النبي الكريم إن شانئك هو الأبتر يعني عدوك هو الأخطع والنبي الكريم قال له الله تعالى فيما بعد ورفعنا لك ذكرك فرفع الله الذكر ديالو ربما مشى ولوليدات رب ارفع الذكر ديالو إلى يومنا هذا كنسمع في جميع أنحاء العالم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا الأولاد لضعوا لك بنتي رما ضعوا شيء ما كيش كلمة الضياع ما كيش في القموس ديال الإيمان لأن كل حاجة غير كتتخبّى كتسمى الوديعة اللي وقع لنار غير مخبي الرصيد كيتخبّى في واحد الكازيه أخر كيتسمى كازيه صندوق تعويضات الإلهية مخبي أنت عندك واحد الوديعة عظيمة كل مولود وديعة لا يعلم مقادرها إلا الله هذا الودي اللي كيموت الأم كيعطي الله يكفي أن ربي عز وجل يدخله الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب هذا الفضل الأول أي واحد مثل مولود أوليد عنده خمس سنين ستين عشر سنين اثناشر عام كيعطي الله عز وجل دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب فهو من أهل الجنة والبشارة الثانية كيعطي الله مقام الشفاعة يشفع لوالديه خصوصا ولأهل بيته يقول يا ربي لن أدخل الجنة إلا وأمي وأبي في يدي لأنهما أولياء نعمتي انت يختي ليلة ما تلك ربعة يعني يوم القيامة غد كوني عروسة كم تخيلك يا ليلة في يوم القيامة والناس يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب يقولون يا ويلتنا من أيقضنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الناس يوم فزع وفي الخوف يوم القيامة كنت خيلك يا ليلة وانت خارج من القبر غد قلك ما يقول المؤمنون كما قال النبي الكريم وكأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور شكور شكر دي الخالق هو يشكرنا سبحانه وتعالى كنت خيلك يا ليلة أدخل جمال القبر وغد تلقي ظل الرحمن وغد تلقي تمرين على السيراط مرور البرق الخاطف الناس من فزع يومئدين يشعروا بالخوف والوجل وانت غد تلقوا لك ربعاء دي الصبية غد تلقوا لكلهم وغد يقول لك يا ليلة ادخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب وقف في الباب يقول يا ربنا لن ندخل إلا وأمي وأبي في يدي لأنهما أولياء نعمتي يتصابقون هؤلاء الأولاد وتدخلين معهم الجنة وهذه بل كالأزمة كلها لعشتيها سنين طويلة مجرد أشبه برؤية منامية مفزعة هاتش كابوس هاتش كل اللي يوقع لنا رغير مجرد رؤية منامية حقيقية مفزعة ومن لغة فيق مننا تلقى حيات أخرى في ضيافة الرحمن في جنات العرض والسماوات والأرض وعدة للمتقين ليلة هاتش لك يوقع لك بنتي في المطار وفي الرياح وفي البرق هذا كتسمى الفزع هذا كالخوف اللي كجاء أنك تسمى غير الفزع هو ليس حقيقة هو خيال أنت ما عندك مرض أنت عندك خيال المرض وذلك الخيال دي المرض لابد أنك تتخلصين منه بكلمة واحدة وهي كلمة لا إله إلا الله اللي عنده الفزع الفزع هو بحل واحدة الرزو رزو مخيف دي الرعب حشي شعري دي الرعب فيلم دي 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 توب موفي تخلع هذا كنحايد بكلمة واحدة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كنت نقولها ونعود نقولها ونعمر بها قلبي ونحلي بها لساني وغيرتشوف يختل إلا شغل يوقع لك ما يبقاش في قلبك ذرة من الرعب أو من الخوف أو من الفزع إلا من الحق سبحانه وتعالى هذا كفزع شيطاني من الشيطان كما قال الله تعالى ليفزع الذين آمنوا ليلة هذه الوسوسة كتقول لك الله ما كيستجبش لي يا ربك يستجب ربك يستجب العباد ديالو على مراتبة ثلاثة الناس ليهم محبين لله ورب يحبهم يقول يا رب يعطيني يا رب يعطيني كيقول لي هكا هادو المحبين لله وكي الناس المحبين جدا لله والمحب لهم جدا هادو مرتبة عليا هادو كيقول يا رب يعطيني يعطيني ربك يعطيش لك الساعة وإنما كيأخر لي للعواب وكي أود يعطيه ما هو أفضل وأحسن مثلا واحد بغي خدمة بخمسة الاف درهم يا رب اكتب لي هادو الخدمة يا رب بغت ندير السيكوريتي يا رب بغت ندير السائق خصوصي له هادو الشركة بغت خمسة الاف درهم يا رب يا رب مك يعطيش يبقى مخبليه الله الازمة طاولة حتى واحد الوقت وكيعطي الله واحد الخدمة كيصور منها عشرين الف درهم اختار منها الى منعك سبحانه راك يخليك يداخر لك حي نعيم اعظم هذا المحب جدا لله وكين المحب الخالص لله هذا مرتبع عليا جدا هذا ربي مك يعطيش في الدنيا هذا كيبقى يده النهار كم لوكي دهي وربك مك يعطيش وشيبرائلك يقول لي يا رب هل اقضي حاجته فيقول الله تعالى لا تقضي حاجته فاني احب ان اسمع دعاءه اترك له ذلك الى الدار الاخرة وكيبقى ذك لعبد المؤمن كيبقى يدعي وكيشحف ويدعي بالليل وبالنهار وكيبقى الناس حوله يتنعمون البنت زوجات والبنت ولدات والشاب خدم الامراض والاسقام والفقر وكيدعي الله وربما عطاش احتكج يوم القيامة فلما يدخل الى عتبة الجنة قال النبي الكريم صلى الله تعالى حيث صحيح قال لك فيجد جبال كجبال مكة والمدينة فكيقول الله تعالى هذه حسناتك كيقول يا رب انا بهذه الحسنات مثل الجبال كيقول دعوتني فلم اعطك ادخرتها لك في الدار الاخرة لانها مقام الخلود الابدي ما قيمة الدنيا سيبن سليمان اتك بخطأ قال يا ربي قال لي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي بغى الدنيا وعطاها لي الله تعالى شحال عاس سيبن سليمان نين وخمسين عام واقبض الله روحه وانتهت الدعوة مش لي كل شيء ولكن المؤمن اللي يبقى عنده الدعوة للدار الاخرة رفها الخلود الابدي واش كتخيلوا يا احباب الله ما معنى الخلود الابدي الخلود يعني ليست نهاية لا فيني اتبقى دائما عيش ودائما ننعم فهنيئا لكل من صبر واحتسب حينما دعا ربه فلم يستجب له اختي ليلى لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم الا خيرا ليلى ملكا جيك مرة مرة ديك الوسوسة ديال الرسول واش الرسول كين او ما كينش هدك تسمى الوسوسة الوسوسة مرة كلك يجيه في الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كيجي الوسوسة في وجود الله سبحانه وتعالى مرة كيجيه الوسوسة في القرآن الكريم كانت قرادة واحد ثلاث اربع سنوات كنا في الديار المقدسة وكننا واحد المجموعة طيبة من الرفقاء وكان معنا واحد رجل الامن رفيع المقام رجل الامن فاضل ورفيع المقام عليا مرتبة عليا جدا في الدولة وكان عادي كيلبس لإحرام فقياك بل عادي جدا وكان مجتهد طواف حول الكعبة المشرفة يطوف طواف الإفادة وطواف القدوم وطواف الوداع وطواف التطوع في القرآن يختم القرآن من اللي يمشينا للمنن ومزدلفة وعرفات الاجتهاد وكي يخدم الناس وكيتواضع معهم وكيمشي دائما نسبق للخيرات وحينما ذهبنا إلى المدينة المنورة كان كثيرا الصلاة عمر الأدان ما ودنا عليه هو خاله المسجد دائما كيدخل الجامعة كي ود الأدان كيسبق هو الأدان رجل فاضل كنقول سبحانك يا جليل رجل أعطاه منصب عالي في الأمن وعطاه الله هذا الإيمان وهالتقوى حتى أبغنا الرجعه وحنا في المطار دي المدينة هذه الحقائب دينا وقلنا باش منضيعوش الوقت إلا عندك وقت فارغ ما تكيش فقد الفارغ ما كينش غا تسلنا أربعة وخمسة ساعة تعد جي الطائرة جبيد المصحف فرا في كلام الله كل واحد في المطار هزي المصحف وكي يقرأ الوير ديالو هادك رجل فاضل اللي هو في الأمن ويقول لي واحد الكلام أترى استغرابي قل لي يبغت نسولك قل لي نعم سيدي تفضل قل لي واش فعلا هاد القرآن كلام الله وحضروا فقلوا معناش دفر يصم قال لي وحنا كنا نديرو في الحج هادي تقريبا خمسة وعشرين يوم وحنا كنجريو نجاريو وكترح هذا السؤال كم لا أتركوه هذا سؤال لمن أراد الله تعالى أن يحرك فيه سواكم العقيدة والعلم لأن الرب اللي كيبغي شو واحد يعود يزيد إيمان على إيمان كيعطيه هات الشبهات هي كتجي مرة من إبليس ولكن فيها نعمة كتخلي الإنسان يعود يبحث ويعود ابني إيمان على يقين فابنتي ليلى هذا كله اللي يوقع عليك رغير مجرد وسوسة شيطانية ولكن ربي له إعاز وهو أنك تقوي إيمانك من لغة بحتي من هو هذا الرسول من هو هذا الكريم غتلقي بأن بأن الحق كله بين يديك فأختي ليلى أسأل الله الكريم المتعال أن يحفظك ويشفيك ويعفيك ويداويك بفضله وجوده وكرمه أنه على كل شيء قدير فابنتي ليلى لك أنت مرة مرة تشكي من هو هذا الرسول ارجعي إلى السيرة النبوية الشريفة هو تلقاي أن هذا الرسول هو أعظم مخلوق خلقه الله تعالى لأن ربنا عز وجل من إخلق الخلائق نظر في قلوب الخلقي فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب وأنقى القلوب قلوب الأنبياء والمرسلين ثم نظر في قلوب الأنبياء والمرسلين فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب قلوب أولي العزم من الرسل وهم خمسة نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام ثم نظر الله تعالى في قلوب هؤلاء الخمسة من أولي العزم من الرسل فوجد بأن أصفى وأنقى وأطهر القلوب قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فربنا عز وجل اختاره واستفاه وأعطاه الرسالة المحمدية الخاتمة ثم إن الله سبحانه وتعالى ابتله سيدنا محمد تعرض لجميع أنواع الابتلاء في الوجود تعرض لليتم تعرض للفقر تعرض للأمراض تعرض للاعتداء تعرض للظلم تعرض للقهر تعرض للحصار تعرض للطرد تعرض للسب والشتم كاهن ساحر شاعر مجنون وتعرض للأدى حتى في أهله اتهموا زوجته بالخيانة وطلقت ابنتيه زينب وأم كلتم وتعرض لموت أولاده إبراهيم وأب القاسم والطيب وغيرهم وتعرض وتعرض للشدائب وتعرض للسحر وكل ما يخطر على بالك تعرض له النبي الكريم أي ابتلاء عندنا إلا والنبي الكريم خاض أوفر ابتلاء حتى في آخر عمره كان يمرض وتعتليه الحمى الشديدة يتصفض عرقا في الليلة الباردة وكان يؤتى بقربتين من الماء البارد تصبان عليه ودائما لا يقول إلا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله فلما نظر إليه ربنا عز وجل إلي هذا المشهد تعجب من هذا المخلوق فقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي ربنا صلى عليه في السماء نحن نصلي لله لكن ربنا القدير صلى على هذا النبي وأمر الملائكة جميعهم بدون استثناء أن يصلوا على هذا النبي كل أهل السماء يصلون على هذا النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه يعني يا أهل الأرض أنتم أيضا صلوا على هذا النبي وقال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر شكو اللي بغى الشفاء شكو اللي بغى الرزق شكو اللي بغى العزة شكو اللي بغى العلم والفتح الرباني شكو اللي بغى الكرامة في الدنيا والله يا احباب الله الى القضية سهلة ما تقلبش ومتعبش بزاف صل على النبي وترى العجب العجاب لماذا لان ربنا في الحديث يقول النبي الكريم من صلى علي سلاة صلى الله عليه عشرة غدفوز بعشر سلوات من الله ربي صلي عليك أنت عبد ضعيف فقير مدنب وربنا الأكرم خالق السماوات والأرض يصلي عليك أنت أيها العبد المدنب الفقير كم عشر مرات من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر ومن صلى علي عشر صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألف ومن صلى علي ألفا زاحم من كبه من كبي باب الجنة يوم القيامة لصلى ألف مرة على النبي الكريم نهار القيامة من اللي بغير يدخل مع الباب كتلقى هوسي بن رسول الله الكتف على الكتف وكأنه مساوي له موازن له هذه نعمة عظيمة للنبي الكريم فنكتر يا أختي ليلة من الصلاة على النبي ستلقى بأن المرض سيتمشي الهم سيتمشي الوسوسة سيتمشي الفقر والتعب كله غد يمشي وغيجي التعويض الإلهي غيجي البركة الربانية وغيجي استحل الله القلب ديالك لأنه يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى ما غير ينضرشنا للألقاب أو الشواهد أو السلطة أو التروع أو النسب غير ينضروا لحاجة واحدة فقط إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلم وأنقى قلب هو قلب سيدنا محمد فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب الكرام من أعظم مفاتيح الفرج لمن أراد أن يفرج الله عنه الهم والغم لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يشافيه من الأمراض والأسقام لمن أراد الله تعالى أن يغنيه من فضله لمن أراد الله تعالى أن ينصره نصرا معززا لمن أراد الله تعالى أن يعلي مقامه في أعلى عليين صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله فالبخيل من إذا ذكر عنده النبي لم يصلي عليه ونحن في هذه الليلة ليلة الجمعة ربنا عز وجل يرد على النبي الكريم روحه الطاهرة فيحيى حياة برزخية في قبره فتبلغه صلاتنا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا فيشفع لنا عند الله في الدنيا وفي الآخرة فصلوا على رسول الله فاللهم صل وسلم على هذا النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا خيرة خلق الله اللهم صل وسلم على هذا النبي أنت المقدم في كل مقام وبك حصل الختم يا خير الأنام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا كريم يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول منجاهه مقبول ومحبه موصول المكرم بالصدق في الخروج والدخول صل عليه يا ربنا صلاة تشفينا من الأسقام والنحول والأمراض والدبول صل عليه يا مولانا صلاة ننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول اللهم صل عليه صلاة تشمل آل بيت الرسول والأزواج والأصحاب وتعموا جميعنا بالقبول اللهم يا أكرم الأكرمين صل على أكرم نبي صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول اللهم صل على سيدنا محمد المنعوت في القرآن بأعظم وصف صلاة تشرق علينا بها أنوار الكشف ويحل علينا بها من ربنا الفرج والفتح واللطف وننال بها من جنابه العلي جميل العطف اللهم صل على سيدنا محمد الذي أنزل عليه قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف صل عليه يا كريم صلاة تستغرق العلم والفهم ولا يعبر عن حرف وننال بها شفاعته يوم العرض والوقف اللهم صل على سيدنا محمد من أكرمت من أجله قريشا برحلة الشتاء والصيف الآمر بإكرم الضيف صلاة تدفع بها عنا الخوف إلا منك يا خفي اللطف اللهم صل على من ميزت أمته في الصلاة والجهاد بالصف صلاة تفوق صلاة المصلين عليه أضعاف الضعف لا يحصرها واحد ولا ألف صلاة ترزقنا بها القوة وتزيل بها عنا الضعف وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله صلاة تنجين بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين وصية إليكم أيها الأحباب أكثروا من الصلاة على النبي وعلموا أطفالكم الصغار الذكور والبنات علموهم الصلاة على النبي وسوف ترون عجائب قدرة الله ترون الخير والبركة والتيسير في كل جانب تصبحون على خير